اشتركوا في القناة كثير يعني دلالة على انه في ناس يعني تبحث او تدرس او بتحاول انها تجمع معلومات فالسؤال هذا لفت انتباهي طبعا مش اي شخص بقدر يجاوب عليه وخصوصا من اللي ما بيعرفوا في علم الفلك اللي هم اساسا باخدوا بس الاشياء اللي بسرقوها او اللي باخدوها بقتبسوها او اللي بتعلموها انه يعني المنازل والبيوت والتواجد الكواكب وبجيب معلومة من هنا بجيب معلومة من هنا فبطلع ايش انه بقول لك العالم الفلكي الفذ اه السؤال عشان ما اطولش عليكو انا اه شخص سأل انه عن محور القمر شو دلالته وتحولاته لما بكون موجود طبعا لما تيجي تسأل انت عن محور القمر ما حدا رح يعرفي جاوبك لانه اساسا هم مش عارفين شو هو محور القمر لانه هم ما بيعرفوا في الفلك اه لو اجيت سألته انت قلت له شو دلالة الشارق والغارب في الخارطة الفلكية يعني هاها انت قربت له السؤال لو اجيت قلت له انت شو يعني رأس التنين وذيل التنين يعني بروح بجيب لك المعلومة على طول الخط انه رأس التنين شو بتعني وذيل التنين شو بتعني انا بدي اشرحها بطريقة بسيطة جدا عشان الكل يفهمها تقسم الخارطة الفلكية لاربع اقسم شارق اللي هو اللي بيبقى على الشمال اللي احنا بنحكي عنه الطالع الغارب اللي هو اللي بيكون على اليمين هدولة بيرمزوا لهم دائما برأس التنين وذيل التنين ماشي هدولة اللي بيدلن اول اشي عن شروق الشمس وشروق القمر وغروب الشمس وغروب القمر تواجدهم طبعا انا احنا سنوات تقريبا بحدود اكثر من سبع سنوات تواجدهم دائما بيكونوا ما بين ثلاثة ابراج ما بحدود الجوزاء سرطان لا حدود الاسد بيرجعوا بظلية مايل طبعا عمود السماء هو اللي بيدل اساسا على الانقلاب الشتوي والانقلاب الصيفي يعني الربيع بداية الربيع اللي هو طول النهار وقصر النهار لانه الكرة الارضية بتلف زي البلبل يعني بتكون بتلف مستقيم معناته هيك طول النهار والليل متساويات بعدين بصير يميل مرة على الشمال مرة على اليمين بيقصر النهار بطول الليل او بالعكس الان هذا الخط اللي هو الشارق والغارب فعليه هذا احنا منحدد الكسوف والخسوف فقط لا غير الان في ناس اجتهدت في العلم الحديث وخصوصا العلم الغربي انه في تأثيرات لرأس التنين وذيل التنين اجوا لهنود قالوا احنا ان اسمه الكيتو والراهو فطبعا الناس بتشرح عن الكيتو وعن الراهو عن رأس التنين وذيل التنين وما حدش فاهم ايش الموضوع الموضوع انه احنا منحسب خسوف والكسوف ومنحدد الفترة ما بين الكسوف والخسوف وتأثيرها على جميع الابراج ايش بتكون بالفترة القادمة اللي احنا منذكرها يوم الكسوف او يوم الخسوف منقول تحذيرات تحذيرات هاي بتأثر على الابراج في ايش هذا هو كل الاشي اللي انت بتسأل عنه اما هو تواجده ليش يعني موجود بالجوزاء او موجود بال يعني الكسوف القادم راح يكون في بداية السرطان فعشان هيك لما نيجي احنا بدنا نحكي منحكي من فترة الكسوف الاول لفترة الكسوف الثاني هاي التأثيرات السلبية بتأثر على الابراج بايش فاحنا لما نيجي نقول انه كان المحور موجود في الجوزاء وكان الكسوف في الجوزاء نيجي منقول انه اثار الكسوف او الخسوف اللي صار في الجوزاء بيأثر على الابراج بواحة اثنين ثلاثة اربعة ويعتبر الجوزاء هو البيت الاول لما بكون في السرطان يعتبر السرطان البيت الاول لما بكون في الاسد يعتبر الاسد البيت الاول للكسوف فعشان هيك بنحسب من عنده البيت الاول وتأثيراته على كل الابراج اللي موجودة هاد بكل بساطة ان شاء الله اني انا اكون جاوبتك بشكل بسيط وعلمي وفي نفس اللحظة وصلت لك المعلومة وفي سؤال ثاني برضو ذكرته انا لانه برضو هذا كثير بالناس صارت تتفلسف وتنزل فيديوهات بس عشان تجمع لايكات واحنا بنذكره عادة احنا في تحركات القمر يعني عادي كل يوم احنا بنذكر اساسا تأثيرات القمر لما بكون وجود في البرج بيجي شخص سألني بقول لي انه ايش تأثيرات اكتمال القمر بدر في برج العقرب عادي جدا زي ايش تأثيرات القمر لما بنولد هلال في البرج المقابل في الثور ما رح يكون فيها التأثيرات الا التأثيرات اللي بيأثرها الشمس لانه اساسا الهلال بنولد دائما متابع او مرافق للشمس الشمس موجود في الثور معناته بدين ولد الهلال في الثور الشهر الجاي بنولد في الجوزاء معناته الشمس بتكون في الجوزاء معناته الولادة الهلال رح تكون في الجوزاء فاحنا لما منيجي بنحكي تأثيرات الشهر كامل بوجود الشمس في هذا البرج معناته احنا اعطينا برضو تأثيرات القمر في نفس البرج هي هي نفسها اثنين لما بيجي احنا بنقول القمر كل يوم وينما هو موجود تأثيرات العامة بتكون على جميع الابراج اشي فلما اجا القمر وكان موجود في العقرب حكينا انه تأثيرات على جميع الابراج بتكون في الفترة هاي انه بتكون اللي العنادة والعصبية والتطرف والامور فهاي بنذكرها زي ما احنا هسه رح نذكر مثلا القمر موجود في القوس بنذكرها هي هي فعادي انت بتأخذ التأثيرات هاي بتحسبها لا اكمن يوم وخلص خلصنا لاحة التأثيرات هاي في تأثيرات للقمر في البيت اللي وراه فاما اني انا اجي اقول لك اليوم موجود القمر في القوس يعمل تأثيرات على جميع الابراج عادي باعملك حلقة عليها وبخليها عشر دقايق وعشان انا الم عليها لويكات ومشاهدات ومش عارف ايش وطاسة وضايعة فانت يخذ بالاشي اللي انا بذكر لك انا بعطيك كل اشي بتعلق في كل حسابات علم الفلك اليومية بحط لك اياها انا بحلقة واحدة اسمع المقدمة انت بتفهم كل اشي ما في داعي انك انت تروح لحد ثاني يحكي لك كلمة معاسة حكينا احنا عن محور الشمس والقمر او محور القمر يجينا وقلنا له مسميات كثيرة رأس التنين وقفوت رأس الغول والوالكيتو والراهو هو اسم واحد معروف يعني انه هو محور يعني ليش انا اقعد اسمي هالمسميات اخذها من علوم ثاني عشان انا اطلع باشي جديد وافاجئكم ان انا جبت معلوم جديد ايا لا هي علم الفلك هي اه خلينا نروح على التوقعات طبعا توقعاتنا اليوم ليوم السب 9-5 القمر موجود في القوس في منزلة النعائم وهي المنزلة للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ايضا معنى وجود القمر في القوس او تأثيره علينا كلنا ايش بيكون في خلال فترة اليومين هدولا منشعر بابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحن ومننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاولنا لعلم الفلسفة والدراسة والدراسات والامور الدينية من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرات او الاتصالات البعيدة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة او الاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان ما بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية ما في غير زاوية واحدة اليوم هي زاوية من الزوايا البطيئة اللي تأثيرها الو تقريبا بحدود الخمس ايام ورح تظل تأثير الو تقريبا بحدود السبع ايام القادمات كمان هاي زاوية زاوية ايجابية زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين عطارد وبلوتو رح تكون في تمام الساعة واحدة وستعشر دقيقة عصرا بيزيد حدة دهن عنا والحدث والنقد وبمنحنا حب العدالة والاهتمام بالامور الغامضة بساعدنا في تنظيم الاعمال وانجاح المشاريع واتخاذ القرارات اللازمة طبعا ما في اي زاوية ثانية لغاية حلقة الغد يعني بعد حلقة الغد وهي رح نذكرها اللي في زاويتين مع الزواية اللي بدأت تشكل لليوم فاحنا بنذكرها كلها اجمالا مع بعض طريقة الحسابات اللي انا بحسبها لما بحكي الابراج بعتمد انا من لحظة الحلقة تبعتي يعني الابراج اللي بتنزل الساعة ستة هاي اللي انا بنزلها الساعة ستة من عندها لغاية الساعة ستة ثاني يوم هاي الابراج اللي احنا بنحكيها او التوقعات اللي احنا بنحكيها ما الها علاقة انه انا النهار عندي فلكيا بيبدأ في هذا اليوم ولا لا انا بنزل الابراج الساعة ستة عشان ما يجيش واحد يقول لي انت سريت مني الابراج عشان نقول اول ناس احنا نزلنا الابراج ما حدش بنزلها بعدينا اللي بدو ينزل بعدينا يا بوكذ باخذ معلومة مني يا من الشخص اللي بنزل في نفس الوقت هذا او اللي بنزل قبل ولكن انه كزوايا فلكية ومعنى زوايا فلكية وبيوت ومش عارف ايش ما فيه ولا واحد بنزلها غيري انا فاذا واحد نزلها بعديه فهذا الاشي احنا حكيناه من فترة طويل اني انا نزلت الطريقة هاي لانه ما حدا بنزلها اللي بدو ينزلها بعديه بدو يصير يجتهد فيها ورح يخبص الدنيا ورح يبين انه هو اساسا ما بعرف في علم الفلك اشي اما بالنسبة للقمر لانه موجود في برج القاوس معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم عشر خمسة رح يكون في تمام الساعة ستة وعشر دقائق صباحا ورح يستمر لغاية الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لا برج الجدي اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المكتمل بدر سبعة عشر يوم في تمام الساعة ستة وثمانية واربعين دقيقة مساءا بيصبح عمره ثمنتعشر يوم نسبة الإضاءة تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة المزاج ممتزج القمر في القوس حتى يوم عشر خمسة المزاج منتحس عطارد في الثور حتى يوم احدى عشر خمسة المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم ثلاثة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد المريخ في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة مزاج سعيد المشتري في الجدي حتى يوم اربع عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج منتحس زحل في الدلو حتى يوم احدى عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج منتحس اورانوس في الثور حتى يوم خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا لليوم الأخير بدكوا تحاولوا تستغلوا اليوم لأنه يوم إيجابي وقوي بالنسبة لألكو فعشان هيك اليوم تنشطوا في مجال الدراسة أمور إلها علاقة بالسفر بالاتصالات وخاصة لبعيدة لسيما مع أشخاص خارج البلاد بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباك ومعكو بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو تفكير أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة دينماكية جدا وبتشكل محطة انطلاق يا بورشة جديدة يا بعمل جديد يا بفكرة جديدة أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم أنت مشحونة بطاقة كبيرة فعشان هيك اليوم نفسيتك أحسن عندك ثقة عالية في نفسك وبرضو في نفس اللحظة عندك طاقة عالية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على مستوى البيت الثاني برضو بتعزز بعض الأمور المالية أو الأفكار المالية أو المحاسبية ممكن تحصل على بعض الأموال أو ممكن أنه اليوم يكون عندك التزامات أو مشتريات أشياء من هذا القبيل منقول لك حاول أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك ما رح يكون فيه أي شيء زيادة إلا على حسب طبيعتك بتتحرك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع يعني ما زالت الأمور على مستوى البيت في بعض الأفكار اللي بتأرقك إما من أحد أفراد العائلة أو أنه مثلا أشياء اللي علاقة بالمشتريات بالأشغال بالترتيبات بالديكور بالالتزامات أشياء من هذا القبيل ممكن أنها اليوم بيكون فيها بعض التوترات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد بيدعمك على المستوى العاطفي بيخلي عواطفك جياشة ممكن تتصل اليوم مع الحبيب أو تتلقى خبر مفرح من أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل يعني شوي ممكن تقصر في بعض الأعمال أو يتوكل لك عمل كثير ما تقدر تنجز كثير منه خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني البيت السابع بيت الشراكي بيجمع بينك وبين الشريك في نقاط طلاقي صحيح أنه في بعض الأمور السلبية ممكن تحدث خلال هذا النهار كنقاشات أو حوارات ولكن أنت بتتجاوزها بسهولة بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة ممكن اليوم تنزعج لخبر مالي أو تجتهد بعضك ويجتهد في أمور بنكية أو معاملات أو حسابات أو بعض التحصيلات المالية لا إله أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني في ضغط شوي على بيت السمعة فعشان هيك بنقولك اليوم لا تجازفه لا تغمره حاولوا تنجزوا العمال الضرورية والمهمة في منكو ممكن يتأخر عن عمله أو يكون في عنده التزامات كثيرة حاول ما تفرض سلطتك أو عصبيتك على زملائك بالعمل أو على رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء يعني إيجابي شوي بيدعمك فممكن اليوم تتعاطف مع صديق أو تتواصل معه أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو حتى تفقد من صديق وممكن تستشير صديق في مسألة ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقولك أنه ضغط عليك فعشان هيك اليوم منقولك حاول أنك تنجز العمال الضرورية والمهمة حاول أنك أنت تأخذ قسط كافي من الراحة وراقب صحتك بشكل جيد ما في داعي للتهور وخصوصا الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة برج الثور طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط حاذر من المواقف المتصلبة ما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك هذا العموم اللي رح يكون مؤثر عليك خلال هذا النهار أما بالنسبة للخارطة الفلكية فمنشوف أنه البيت الأول اليوم يعني مزاجك شوي في نوع من أنواع التقلب ولكن أنه مش مثل الأيام أو الفترة الماضية يعني بتبلش تستقر عندك بعض الأمور خلال هذا النهار ممكن يعني تنشحن بطاقة إيجابية وخصوصا فترة منتصف النهار يعني الدعم من مركزك أو من موقفك أو من قراراتك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى المالي فمنكم ممكن يحصل أموال تيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع المساندي أو المداء الدعم أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور شوي فيها نوع من أنواع الضغط ما تحاول أنك تفرض رأيك على الأشخاص اللي حواليك وحاول قدر الإمكان أنك تكون مرن بتنشط بالاتصالات وبكون عندك نوع من أنواع التواصل مع أخ أو مع جار وممكن تعاون يكون إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى بيت البيت في بعض الضغوطات أو بعض المشاحنات ممكن تكون على مستوى البيت ولكن أنا شايفها مش من النوع المؤثر كثير إذا أنت مسكت أعصابك ممكن تلتزم ببعض الأعمال المنزلية الروتينية اللي أنت متعود عليها لو حد حاول أنه يستفزك حاول تمسك أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور تقريبا على المستوى العاطفي فيها نوع من أنواع الضغط بتوترك أو بتعصبك من موقف معين وممكن تقلق بشأن أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة بتدعمك على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يهتم لبعض الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فشايف الأمور على مستوى الشراكة أو بيت الشراكة أو الأزواج يعني تقريبا روتيني ولكن في ساعة الظهر ممكن تتوافق أنت والشريك على مسألة معينة دير بالك أنه بس في لحظات العصبية أنه يستفزك أو أنت تستفزه على حسب طالعه أما بالنسبة لبيتك الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك التاسع جيد على مستوى السفر والتنقلات وأمور اللي لها علاقة بالاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل قانونية أما بالنسبة لبيتك العاشر فمنقول الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية على مستوى بيت السمعة فمنقول لك ما في داعي أنك تخالف القوانين أو تغامر أو تراهن على مسألة ما بتكون أنت واثق منها تماما وخصوصا أنه البيت الخامس شوي يعني مش مساعدك كثير كنوع من أنواع الحظوظ إنجز الأعمال الضرورية بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل وحاول تأخذ قسط كافي من الراحة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور على مستوى بيت الأصدقاء يعني شوي متوترة يعني بتحملك بعض المفاجآت بتيجي من صديق يا هاي المفاجآت يا إيجابية يا سلبي على حسب علاقتك بهذا الصديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني إلا لساعات الظهر في ساعات الظهر ممكن تشعر ببعض التوعق الصحي أو يتراكم عندك بعض الأعمال وفي منك رح يهتم بمسائل إلها علاقة بالتغذية أو بنوع من أنواع المكملات الغذائية أو الفيتامينات برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة اتجنب الغضب والانفعال ما تخلي حد يستفزك احمسه معتك ما تشوهها عليك خوض الامتحانات يعني قبل الحصول على الجائزة يعني بمعنى آخر بدك تتعب شوي عشان أنت تكون أمورك جيدة خلال الفترة القادمة صحيح أنه الفترة ضغطة هاي لأن القمر موجود مقابلك تماما فبيخفف من طاقتك فعشان هيك سهل جدا أي شخص يستفزك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور متقلبة عن المستوى النفسي فعشان هيك بيكون في عندك تقلب في المزاج في لحظات عندك حدية وفي لحظات عندك عصبية وفي لحظات أنت بتكون عندك تفرض رأيك وفي لحظات أنت بتستنفر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور عن المستوى المالي الشوي روتينية ولكن في ساعات الظهر ممكن تلوح فرصة لا تحصيل على مكسب مالي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهدية أما بالنسبة للبيت الثالث فشايف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالنقاشات أو بالتنقلات أو بالاتصالات نفسيتك الشوي بتكون مضطربة خلال هذا النهار في نوع من أنواع الحدية الظاهر عليك فعشان هيك اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت برضو في سوء تفاهم أو نوع من أنواع الاستفزاز بصير لمسألة معينة أو مخالفتك بوجهة نظر معينة حاول أنك تمسك أعصابك وما تحتد أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العاطفة يعني شوي بتعزز بعض اللقاءات العاطفية وممكن تسمع خبر أو تهتم بمسألة لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فعام مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك صحيح فيه شوية قلق من عمل معين ولكن يعني ممكن يكون زي امتحان في العمل أو تتراقب من ناحية مجهوداتك أنك تقدر تعمل هذا الإشي ولا لا يعني إذا أنجزته بشكل جيد بيكون لمصلحتك على المستوى الصحي شوي بدك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة جيدة ولكن أنت عندك رغبة في الإصراف عندك رغبة في أنك تصرف فلوس خلال هذا اليوم بدك تدير بالك ما في داعي تصرف في المكان الغير مناسب ممكن تهتم ببعض الأوراق القانونية لها علاقة ببونوك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو بالدراسة يعني حتى اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم بكون جيد بالنسبة لهم أما بالنسبة للبيت العاشر فشوية الأمور فيها نوع من أنواع الضغط على بيت السمعة فمنقول لك حاول أنك ما تشوه سمعتك في أي تصرف خلال هذا النهار حاول تداوم بالوقت المناسب بدون تأخير أو تعطيل وحاول ما تفرض رأيك على زميل أو على رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء شوي الأمور يعني فيه نوع من أنواع التودد ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو التلاقي على مسألة معينة ولكن فيه يعني ممكن تحتد أو تعصب من تصرف صديق أو أحد المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور روتينية إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول تأخذ قسط كافي من الراحة وحاول إنك تهتم بلاياقتك أو بمهارتك الجسدية مرج السرطان طبعا بما إنه القمر صار موجود في البيت السادس يعني بلش في مراحل مقابلتكو فعشانيك الفترة القادمة هاي أو الأسبوع القادم تقريبا بتحس أنه فيه ضغط كبير بكون عليك خلال فترة الأسبوع لأنه القمر تقريبا رح يظل موجود في البيت السادس والسابع والثامن يعني رح موجود في القوس وفي الجدي وفي الدلو فهاي الفترة تعتبر هي أسوأ الفترات خلال فترة الشهر لأنه ضغطها بكون كبير حاول إنك تنجز ما بوسعك من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك يعني ما تتعبش حالك كثير انتبه لغذاءك وراحتك كون واضح في الأولويات وما تخلي حدا يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزم يعني بالواجبات والمسؤوليات واحترم الموعيد أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور على المستوى البيت الأول متقلبة خلال هذا النهار ممكن تحس في بعض الضغط في ساعات النهار أو الانفعال أو العصبية أو نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعم على بعض المسائل المالية بعض مواليد برج السرطان ممكن يحصلوا على بعض الأموال بتيجي من عمل إضافي أو نوع من الهدية أو منحة أو هبة يعني نوع من أنواع المساعدات حاول إنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف مزاجك شوية فيه نوع من أنواع الحدية في النقاشات ما تحاول تفرض رأيك أو تعصب بدون ما أنت تعذر الشخص اللي أمامك إيش وضعه يعني التمس لأخيك عذرا أما بالنسبة لأمور الامتحانات والاتصالات عندك اليوم ممكن تكون كثيفة وعندك حركة كبيرة اللي عندهم امتحانات ما يعتمدوا على الحظ بدهم يدرسوا ويركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع تقريبا الأمور على مستوى البيت بتكون هادي اليوم أو روتينية يعني ما فيه هالإشي اللي ممكن أنه يشكل لك بعض الخلافات إلا يعني ممكن بعض التوترات العائلية على إيش طبختي إيش عملتي ليش هاي ليش مش هاي يعني هذا الإشي الروتيني خصوصا للنساء أما بالنسبة للرجال يعني بنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة المطلوبة منهم ولكن إنه ممكن إنه يحاول إنه بده أكثر من الإشي الموجود أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور يعني تقريبا على المستوى العاطفي مش كثير يعني تقريبا متقلبة برضو على المستوى العاطفي ولكن مش هالإشي الضاغط فيه منكم ممكن يهتم بمسألة عاطفية أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا نقدر نحكي إنه ضاغط على مستوى بيت الشراكف عشان هيك الحدية بتصير بين المتزوجين أكثر يعني بين الأزواج وخصوصا إذا كان طالعه كمان جاي أو برجه برضو الأمور عنده صعبة فاعرف إنه بدك تدير بالك كثير إنه ما تكبر الأمور على المستوى الخلافات والمشاكل بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن يعني على مستوى الأموال المشتركة ممكن اليوم تتوتر لمسألة مالية أو بعض الحسابات أو الالتزامات المالية اللي ممكن هاي شوي يتوترك فيه منكم رح يراجع بعض المؤسسات زي البنوك أو الاهتمامات زي ضريبة أو أوراق حسابية معاملات شكات شغلات زي هيك فشوي بتوتره أما بالنسبة للبيت التاسع ما زالت الأمور على مستوى الخارج يعني أشخاص خارج البلاد بتوترك أو مسألة إلها علاقة بالسفر المتعطل بالتأرقك أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو الامتحانات شوي مشكلت لك نوع من أنواع التأزيم أما بالنسبة للبيت العاشر يعني بيت السمعة فيه نوع من أنواع الضغط يعني بيسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان يكمن يقول لك حاول أنك ما تتأخر عن دوامك وحاول ما تخلي خلاف ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل يكبر أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فهو جيد في نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الصديق وهذا بيعمل تقارب أو مصالحة أو بعض الأمور الإيجابية في مسألة معينة بتشاوروا فيها أو بتطرحها عليه ممكن تحصل إيجابيات جيدة أما بالنسبة للبيت المتاعف فشايف الأمور تقريبا جيدة عشان هيك بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشأن صحي مرج الأسد طبعا القمر موجود في البيت الخامس يعني في بيت العاطفي والحظ بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار عشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ عنك لا ماليا ولا معنويا بترتفع المعنويات بدك تكون أكثر مرونة خلال هذا النهار بتحقق إنجازات مهمة بتنتعش العواطف عندك من الجديد وبتشتد الروابط متاني وثقة أما بالنسبة للبيت الأول فهو قوي جدا بيدعم شخصيتك ونفسيتك فعشان هيك اليوم أنت واثق من حالك وعندك قدرة عالية حتى على التغييرات أو إثبات جدارتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى الأمور المالية فاليوم كثير من موليد برج الأسد ممكن يحصلوا بعض الأموال بتجيهم يا من عمل إضافي يا نوع من أنواع المكاسب اللي ما كانت متوقعة يا هدية يا منحة يا شغلات من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فشوي يعني ممكن حدية بسيطة هيك تصير في الطباع في نقاش معين تعامل مع أخ أو مع جار ممكن شوي تعصب تفقد السيطرة على هيك على أعصابك في لحظة معينة ولكن أنت سهل جدا أنك تتدارك الموضوع وتشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز المشاكل اللي عندهم امتحانات مدرسية يعني على المستوى الابتدائي والثانوي بدهم يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت تقريبا الأمور هادية ما في أي شيء بلا بعصبك ولا بوترك بالعكس بتنجز الأعمال الضرورية والمهمة المطلوبة منك طبعا إلا إذا كان الشريك أو الحبيب أو اللي موجودين في البيت هم اللي بسببوا المشاكل فهيك توقعاتي أنا يعني ما دقولش أنه الله حكى كويسة وما صارتش كويسة أنا مش في بيتك مش عارف أنا شو الأبراج الموجودة عندك ولكن أنت كشخص يعني عندك ثقة كاملة بالبيت وفي نفس اللحظة مرتاح كثير ما في أي شيء بضغطك إلا إذا تعرضت للضغوطات بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز هذه المرحلة أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس جيدة على مستوى العمل تقدر تنجز كثير من الأعمال اليوم وفي منك رح يهتم بشيء العلاقة بصحة حبيب أو معلومة عن حبيب تهتم فيها أو تنجزها في منك رح يهتم بوضع صحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني الأمور تقريبا جيدة خلال هذا النهار على مستوى بيت الشراكة بتدعم من موقفك ما بينك وبين الشريك ممكن تعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وخصوصا بين الأزواج أو المصالحات أما بالنسبة للبيت الثامن ففي ضغط على مستوى الأموال المشتركة بيسبب لك بعض التوترات أو المصاريف لزيادة أو المطالبات المالية أو الاهتمام في الفترة القادمة كيف بدك تتجاوزها مع هذه الضغوطات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو أمور فلسفية أو دينية أو حتى روحانية بتتعمق عندك الأمور هاي بشكل كبير خلال هذا النهار في منكوا يعني شوي اللي عندهم امتحانات جامعية اللي يوم بكونوا مميزين أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه شوي الأمور عندك يعني ما بدنا نحكي سلبية ولكن أنه برضو ما تعتمد كثير على ثقتك بنفسك عشان ما تتهور في مسألة معينة فتشوه سمعتك حاول أنك تحافظ على سمعتك داوم في الوقت المناسب اعمل نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين زملائك ورؤساك بالعمل عشان إنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيت 11 فهو جيد على مستوى الأصدقاء يعني ممكن يدعم علاقة معينة أو يجيك اتصال من صديقي اليوم يسعدك بمسألة معينة وممكن يصير في دعوة أو يعني محاولة دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو جمعة أو خبر مفرح أما بالنسبة لبيت المتاعب فبقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة اليوم بساعدك بشكل كبير وفي منك رح يهتم بأمور صحية زي تغذية أو رياضة أو لياقة أو أشياء من هذا القبيل أو فيتامينات حتى واللي عنده بعض الأعمال المهمة يحاول أنه ينجزها ما يخليها تتراكم للفترة القادمة برج العدراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتكون الضغوط والمتاعب يعني زيادة شوي خلال الفترة خصوصا على مستوى البيت أو أفراد العائلة القمر موجود في هذا المكان فعشان هيك بوتر هذا البيت وهذا تزاوي التربيع مع برجك فعشان هيك مش مناسب وجوده في البيت الرابع هذه فترة يعني فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي حاذر الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك بعض الإرباك أما بالنسبة للبيت الأول فشخصيتك اليوم متقلبة يعني فيه نوع من أنواع الحدية أو التوتر أو العصبية أو عدم الثقة بالنفس أو بصير عندك نوع من أنواع الكسل بتحاول أنك تأخذ نوع من أنواع الراحة أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي يعني تقريبا فيه بعض الفرص أو الاهتمامات المالية ولكن مش قوية فيه منكو بحصل بعض الأموال بتجيه يا من عمل إضافي يا نوع من أنواع الهبة أو المساعدة ولكن إذا اهتمت في أمور يعني تحصيل مالي أنا شايف الأمور ممكن تكون صعبة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الوضع تقريبا روتيني بس مشحون أنت بشوية عصبية وانفعال يعني ردات فعلك شوي عنيفة خلال هذا النهار يعني حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتنتبه أثناء القيادة رح تهتم بمسائل العلاقة بالاتصالات والمواصلات وهذا أمر جيد اللي عندهم امتحانات بدهم يعتمدوا على الدراسة ما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالاهتمام الكامل اليوم على مستوى البيت زي ما ذكرنا وبرضو إن شاء الله أنه بكون كله إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور فيها ضغط على المستوى العاطفي فممكن شوي تسمع خبر بأرقك بتعرض له حبيب أو ممكن أنت تنشغل بمسألة بتتعلق في الحبيب بدك تتواصل معه أو في خلاف ما بينك وبتحاول أنك تصلح الأمور أما بالنسبة للبيت السادس فشايف الأمور ضغط على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض العمل خلال هذا النهار وممكن تهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة يعني ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك في مسألة معينة ولكن برضو دير بالك من فرض الرأي عشان ما تكبر وصير خلاف ما بين المتزوجين أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الأمور جيدة على مستوى الأموال المشتركة ممكن شوي تهتم في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعملة بالتصريف تصريف الأموال ديون مؤسسات بنكية مؤسسات حكومية زي ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل ممكن تهتم فيها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى بيت السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن بعض المسائل القانونية تهتم فيها أو أمور إلها علاقة بالدراسة والامتحانات كلها هاي تقريبا جيدة دون مخالفة القوانين أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور يعني عبيت السمعة شوي متقلبة فعشان هيك ممكن تفرض عليك بعض الأشياء اللي تجبرك على أنك تنجز بعض الأعمال الضرورية أو تعمل أشياء أنت ما عندك رغبة في إنجازها خلال هذا النهار وممكن برضو يصير في حدية بالتعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فشوي الأمور مش مزبوطة تمام بتحس أنه في تهرب لبعض المعارف أو الأصدقاء بتهربوا منك أو في بعض المسائل اللي بتكون عالقة وفي منك ممكن يقلق بشأن معلومة أو خبر يعني يا بيجي عن طريق صديق يا إما بتعرض له صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور يعني تقريبا مش سيئة ولا إيجابية منقدر نحكي روتينية فعشان هيك بتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم في بعض المسائل اللي إلها علاقة يا إما بالعلاج يا إما بتعب أو بعض التوترات العصبية برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا في السفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز الامتحانات طبعا السفر ما يجي حد يقول لي بما فيش شي لحدود مسكرة وهذا السفر مقصود فيها معاملات سفر وراق سفر تنقلات بين محافظات أشياء زي هيك هاي كلها اسمها سفر يوم مناسب لاجتياز الامتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بيناسبك تكثيف التحركات بتعبر عن أراءك بحرية وجراءة تامة ممكن يعني تنقذك سرعة البديهة من بعض المواقف المحرجة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم النفسية أحسن مشحون الطاقة إيجابية عالية جدا خلال هذا اليوم حاول أنك أنت تستفيد منها وتعزز بعض الأمور اللي إلها علاقة إما بالتجميل أو بعض التحسينات على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور يعني ممكن تحملك بعض يعني لبعض موليد برج الميزان بعض المكاسب المالية بتيجي من عمل إضافي أو ممكن تيجي على شكل هدية أو هبة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع جيد على مستوى البيت بيعملك نوع من أنواع التقارب الأسري أو إنجاز بعض الأعمال المهمة أو الأشياء الترتيبات تصليحات أشياء من هذا القبيل وفي منك أشخاص رح يهتموا بشأن عائلي معين أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط بشكل سلبي بسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن أنه تقلق بشأن حبيب أو بشأن عاطفي يعني يسبب لك نوع من أنواع القلق خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس يعني بتنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة بيعزز العلاق ما بين الأزواج وممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو التفاهم ما بينهم على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات أو التنقلات أو حتى أوراق قانونية أو امتحانات جامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فبيدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال المهمة والضرورية وممكن تحقق نتائج رائعة أما بالنسبة للبيت 11 يعني الأمور الشوي فيها نوع من أنواع الضغط على مسائل بتتعلق بالأصدقاء أو المعارف ممكن شوي تحتد على مسألة معينة أو ممكن تقلق بشأن صديق أو معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور تقريبا روتينية في بعض الحدية في ساعات العصر بتكون يعني حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم بشؤون صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة وبتحدد أولويات أو ميزانية مالية معينة ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار أو على مساعدة في عندك مصريف برضو منزلية ممكن تكون طارئة أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد بيدعمك بقوة خلال هذا النهار ولكن بدك تنتبه في ساعات ما بعد الظهر من الحدية أو العصبية أو ردات الفعل المفاجئة أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتواصل مع أشخاص يعني داخل البلاد في منك ممكن يناقش لمسألة معينة يقنع الأشخاص اللي حواليه وفي منك ممكن أنه يكون عنده امتحان أو يعني دراسة معينة يحاول أنه ما يعتمد على الحدود يعني يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه الضغط على المستوى البيت شوي بزيد إرهاق يعني بيعمل لك نوع من أنواع الإرهاق أو التوتر ممكن قلق بشأن مسألة عائلية أو نوع من أنواع الضغط عليك أو مسؤوليات زيادة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية تقريبا نقدر نحكي روتينية ولكن أنه برضو في ساعات الظهر ممكن تحتد من مسألة معينة أو يكون لك ردة فعل عصبية أو تسمع شيء يقلقك بشأن أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس يعني ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال الضرورية اليوم وممكن ما تقدر تنجز كل شيء حاول أنك أنت يعني تركز بشكل مزبوط على الأولويات أو الأشياء الضرورية ويهتم بشأنك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأم نقول لك الأمور جيدة على مستوى أمور الشراكة يعني بين المتزوجين في نوع من أنواع التقارب ما بينكم أو المصالحة أو حتى يعني تحسين مسألة أو وضع ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فبيضغط على مستوى الأموال المشتركة شوي ممكن يخليك يعني يكون في عليك بعض الالتزامات أو المتطلبات المالية أو بعض الحسابات للزيادة أو في منكم ممكن يهتم ببنك بشركات مثلا أو دوائر حكومية زي ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل علمية أو فلسفية نقاشات يعني وفي منكم اللي عنده امتحان جامع اليوم بيقدم بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ممتاز جدا تقدر تدافع عن حالك وتفرض رأيك اليوم ما بتخلي أي حد يشكك بالسمعتك وممكن تنجز بعض الأعمال بالتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الـ 11 اللي هو بيت الأصدقاء اليوم ممكن تتعاون مع صديق أو معرف معينة على مسألة معينة وفي منكم ممكن يقلق بشأن حدث أو خبر بتعلق في أحد المعارف أو الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايفه جيد بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكم رح يهتم بشغون صحية أو بموضوع أنه يأخذ قسط كافي من الراحة يعني حاول أنه يرتاح ما يرهق حاله كثير خلال هذا النهار برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط اليوم بادروا لخطوة جديدة بتدعم مكانتكم الإجتماعية بتطالع على خبر معين بيكون مثابة إشارة لانطلاق جديد بالنسبة لإلك فترة ناشطة وحماسية يعني بفضل وجود القمر أنه موجود عندك في البيت الأول بيدعمك بشكل قوي جدا على المستوى النفسي ممكن تتلقى جواب أو تنطلق في مشروع ما أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور برضو جيدة على المستوى المالي اليوم بتلوح فرصة أكبر للتحصيل على مبلغ مالي أو بيجي من عمل إضافي أو ممكن هدية أو هبة أو نوع من أنواع المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني شوي فيه نوع من أنواع الضغط يعني بينك وبين أخ أو جار أو ممكن بنقاش معين تحتد وتعصب حاول تمسك عصابك بدون عصبية فيه اللي عنده امتحان برضو بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضود خصوصا اللي بقدمه امتحانات على المستوى الأساسي يعني الابتدائي والثانوي وبرضو أثناء تنقلاتك بدك تنتبه من أثناء سياقة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن شوي تنضغط من مسألة معينة في ساعات الظهر تسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن تصرف أحد أفراد العائلة أو ممكن نقاش حادي يصير ما بينك أو بينك وبين شخص أو ممكن بعض الأعطال اللي تطلب منك الاهتمام لزيادة أما بالنسبة للبيت الخامس ممكن تقلق بشأن حبيب أو بشأن عاطفي أو مسألة عاطفية يعني شوي تسبب لك نوع من أنواع لإرباك أو ممكن خلاف ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس بتقدر تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفيه منكم ممكن يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني شوي الطاقة ضعيفة على مستوى بيت الشراكة فعشان هيك بيكون فيه نوع من أنواع التوتر أو الحدية في الطباع أثناء التعامل مع الزوج أو الزوجة أو ممكن فرض الرأي شوي سبب نوع من أنواع العصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأموال المشتركة شوي ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر قلق بأوراق وحسابات وأمور بنكية أو أمور محاسبية شوي ممكن تسبب لك هيك ضغط حاول أنك تركز بشكل جيد بتنجزها بشكل كامل حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو داعم لإلك على مستوى العلاقات الخارجية ممكن اليوم يصير فيه اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو مع مؤسسة تعليمية أو حتى الاهتمام بفلسفة بدين بنقاش معين اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم بقدمه بشكل جيد واللي عندهم تجهيزات أوراق قانونية ممكن اليوم يعني كون فيه إشارة ممتازة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى بيت السمعة برضو جيد جدا بتحمي سمعتك خلال هذا النهار وممكن تدافع عن حالك بشراسة فيه نوع من أنواع التعاون بكون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية أما بالنسبة لبيتك 11 ففيه نوع من أنواع القلق على بشأن بتعلق بأحد الأصدقاء أو ممكن تنشغل أنت بمسألة بتتعلق في صديق أو معرفة أو تحاول تنجز بعض الأمور اللي تخفف عليه أو تخفف عليك يعني نوع من أنواع المساعدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بدك تدير بالك حاول تأخذ قسط كافي من الراحة وتنتبه لغذائك وخذ برضو حذرك أثناء تناول الأدوية بلاش تخربط بشيء أو تأخذ شيء منتهي صلاحيته أو تأخذ دواء مرتين بدل مرة واحدة برج الجدي طبعا القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك منقول لك يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم استريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات أو لمسؤولية كبيرة الفترة هي ضاغطة وصعبة فيها نوع من أنواع الفراغ خفف من وطيرة عملك ما تحسم أمر وما تجازف خلال هذا أو تنجرف يعني وراء أفكار سودة أو هواجس أو أفكار يعني تتحسس من موقف معين أو نوع من أنواع القلق أما بالنسبة للبيت الأول فالمستوى الشخصي متقلب عندك خلال هذا النهار يعني لحظات بتكون مبسوط لحظات تنضغط لحظات بتعصب لحظات بتتوتر لحظات بتصير حزين لحظات مبسوط يعني تقلب كبير بيصير عندك بالمزاج خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور على المستوى المالي ضاغطة فعشان هيك أكثر ما بيوترك خلال فترة هاي المسائل المالية أو الالتزامات أو بعض الدفعات أو أمور إلها علاقة بمشتريات أو أموال بتكون إلك ومش عارف تحصلها أما بالنسبة للبيت الثالث فشايف الأمور يعني شوي على مستوى النقاشات مش هالإشي القوي الإيجابي بالعكس أنا شايف الحدية في الطباع موجودة عندك رغم أنه بتقدر تنجز بعض الأعمال وأنت مقنع جدا أثناء النقاشات وبتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا النهار إلا أنه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الأمور بتظل جيدة لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح شوي ممكن تحتد أو تعصب أو يصير حدث معين يغضبك أو ممكن أنه أحد أفراد العائلة يتصرف تصرف يعني شوي يخليك أنت تحتد وتعصب فيه منك ورح يقلق فيه مصلح التصليحات أو ترميمات أو بعض الأعطال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي على الأمور تقريبا منقدر نحكي فيها إيجابيات ولكن ما رح تكون الإيجابيات القوية ممكن اليوم تهتم بمسألة بتتعلق في أحد الأحبة أو تواصل معاه أو تقلق بشأن مسألة بتعلق لها حبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني تماما على مستوى العمل فبتقدر تنجز الأعمال الضرورية والمهمة يعني بطريقتك بحسب القدرات اللي أنت بتقدر تعمل فيها أو تنجز فيها في منك رح يهتم بمسائل صحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فهي جيدة يعني بتدعم بعض المواقف أو الأشياء ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار أو الزوج وممكن تعمل تقارب على مسألة معينة ولكن في ساعات العصر للمغرب ممكن يصير فيها حدية بموقف معين فتعصب أو تفقد السيطرة على نفسك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الأموال المشتركة يعني بتكون روتينية لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو أنه أنت تقلق بشأن مالي يعني تتراكم عندك الالتزامات أو المتطلبات المالية أو ما تقدر تحصل الأشياء اللي كنت راغب أنك تحصلها خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بأوراق قانونية أو سفر أو حتى أمور إلها علاقة في الامتحانات الجامعية أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايفه جيد جدا على مستوى بيت السمعة فبيدعمك بقوة اليوم ممكن تدافع عن سمعتك بشكل قوي وممكن تحصل بعض الأمور بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أو مع بعض الأصدقاء أو المعارف يعني ممكن هاي تيجيك بعض المساعدات اليوم إذا استغلت الفرصة أما بالنسبة لبيتك 11 فشايف على مستوى بعض الأصدقاء فيه نوع من أنواع القلق ممكن هاي شوية تسبب لك نوع من أنواع التوتر يعني تقلق بشأن صديق اتعرض لموقف معين أو تعب أو حاجة معينة وتكون انت مش قادر انت تلبي المساعدة له أو بالعكس يعني انت تكون بحاجة لصديق وهذا الصديق يتخلى عنك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعف فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الدلو بوسعكم اليوم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعد الصديق ومنكم ممكن يشارك يا في مناسبة سعيدة يا في لقاء ما أهمش أنك ما تبقى وحيد إذا لاحت الفرصة أنك أنت تتقابل أنت والمعارف أو الأصدقاء سارع للمشاركة أنت بحاجة للنصيحة يعني إذا أنت بحاجة إلى مساعدة بتقدر تلجأ لأي شخص اليوم ممكن يشور عليك بشكل جيد يعني بانتظارك اليوم نقاء أو موعد ناجح أو مميز أهمش أنك ما تهبل واجباتك بدك تكون منظم ودقيق أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى الشخصي شوي مش مرتاح كثير أنت ولكن أنه برضو بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى الأمور المالية شايف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط أو إش مربك صحيح أنه ممكن في ساعات الصباح للظهر تلوح فرصة لا تحصيل على مكسب مالي أو بيجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع المساعدة ولكن عندك زيادة في المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات وحتى التواصل مع المحيط مقنع بوجهة نظرك أو قدرتك على الإقناع عالية جدا لغاية ساعات المغرب تقريبا بعدين ممكن أنت تحتد وتعصب من أي موقف أثناء النقاشات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت يعني الأمور مستقرة في نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم ما بينك وبين أفراد العائلة يعني ممكن تحل بعض المسائل اللي كان صعب أنك تحلها بالفترة الماضية في منك رح يهتم ببعض المسائل البيتية زي مشتريات أو تصليحات أو ترميمات أو لقاء عائلي ممكن يجمعك في بعض أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أن روتيني تماما على المستوى العاطفي ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني حاول أنك أنت برضو ما تفرض سلطتك على الحبيب أو تفرض رأيك عليه عشان ما تصير مشكلة أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة اليوم بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل وفي منك رح ينشغل بملف صحي أما بالنسبة للبيت السابع فشايف الأمور جيدة على مستوى بيت الشراكة تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك وفي منك ممكن يحل مسألة أو خلاف إلو أيام اليوم يقدر يحله أو يعمل تسوي ما بينه وبين الشريك لهو الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأموال المشتركة مش جيدة كثير روتيني فعشانك ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو الديون أو القروض أو أوراق المحاسبة أو حتى تهتم بإشيء له علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا يعني بيدعمك بشكل قوي جدا اليوم على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالامتحانات أو أوراق قانونية أو بعض المعاملات اللي إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية برضو كلها جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة تقريبا منقدر نحكي أنه يعني متقلب خلال هذا النهار فعشان يكي بنقول لك حاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف خلال هذا النهار وما تبادر بأي شيء يعني يثير مشكلة ما بينك وبين زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تنتبه لغذائك وراحتك يعني بتكون الأمور أحسن برج الحوت يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه بشكل جيد بتقدر تحافظ على إنجازاتك القائمة بتغارع على مصالحك بشكل قوي جدا ممكن تكون هاي أسوأ أو أنجح أيام الشهر تأثيرات القمر ثقيلة على الأعصاب والمعنويات خلال اليوم هاد أهم إيش إنك ما تتدمر على مسمع من أحد وما تكشف سرك لأحد أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا متقلبة على المستوى النفسي فعشان هيك اليوم ممكن تحتد وتعصب ترضى تنبسط تضحك كلها هاي الأمور يعني الخلطة هاي كلها ممكن اليوم تمر عليك بشكل متقلب على مستوى المزاج والنفسية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية يعني ممكن يجيك بعض الاهتمامات المالية أو المصاريف أو المشتريات تيجي كلها بعد العصر يعني فيه خلال ساعات النهار ممكن تلوح فرصة لتحصيل مكسب مالي بيجي من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني تماما على مستوى النقاشات والتحركات والاتصالات على حسب طبيعتك ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن اللي عندهم امتحانات مدرسية بدهم يدرسوا ويركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تتوتر بسبب علاقة معينة أو موضوع معين أو يعني يخالفوك في وجهة نظرك في مسألة معينة فتحتد وتعصب حاول تمسك عصابك وما تكبر المواضيع وبرضو ممكن يكون عندك بعض الالتزامات البيتية لزيادة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور على المستوى العاطفي برضو فيها نوع من أنواع الحدية فممكن تقلق اليوم بشأن أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل اليوم ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية وممكن تهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية أنا شايفه متقلب برضو اليوم فالأزواج هم أكثر ناس رح يحسوا بهذا الموضوع أنه لحظات الأجواء إيجابية بينكم في مصالح أو كلام وغزل وتوافق ما بينكم ولحظات بتحتد الأمور كأنه ما بتعرفوا بعض أو كأنه بتكون تولعوا في بعض هي كيف من الصريح العبارة أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى الأموال المشتركة يعني فيه نوع من أنواع القلق على بعض المحاسبات أو الالتزامات أو الديون أو القروض أو أشياء لها علاقة بأموال ما بتعود لك يعني أنت مؤتمن عليها أو أنت بتطلب بمساعدات من أشخاص يعني فيها نوع من الإيجابية تقدر تستغلها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو حتى أمور إلها علاقة بالفلسفة والدين والغيبيات يعني كلها هاي بتنشط عندك خلال هذا النهار بشكل كبير جدا اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم بقدموا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 شوي في نوع من أنواع الضغط بسبب علاقة أو بسبب صديق أو بسبب معرفة ممكن شوي توترك هاي العلاقة أو تقلق أنت بشأن أحد المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه في ضغط خفيف جدا فعشان هيك بنقولك ما تحاول تتعب حالك كثير خلال هذا النهار حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة خلال هذا النهار إذا أنت من الأشخاص اللي بأخذوا أدوية مستمرة حاول أنك تراقب أدويتك عشان ما تخربطش أو ما تنساش الأدوية هاي وبرضو في نفس اللحظة دير بالك من الوسواس أهم نقطة ماتت وسواس من مرض أو من حدث معين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء